نعم فضيلة حسب ما جاء من تصريحات هيئة الطب العدلي بالسودان هؤلاء الضحايا منذ اليوم الأول وحتى اليوم ارتقى أيضا يعني في السودان نقول شهيد واحد من الضحايا أيضا نتيجة للاحتكاك ما بين المواطنين المحتجين وأيضا قوات هي أمنية وأيضا عدد من الإصابات في المدن الثلاث هذا ما رصدناه نتيجة لانقطاع الانترنت بصورة كاملة وأيضا عودة الاتصال تدريجيا لشركة واحدة من الاتصالات عدد من ولايات هي أيضا تنفذ هذا العصيان المدني قد تكون أيضا هناك حسب ما يقول المراقبين عدد من الاحتكاكات ما بين الطرفين ولكن لا نعلم حقيقة هذا الاحتكاك ما بين المحتجين الذين ينفذون العصيان المدني وأيضا ما بين القوات الأمنية المشتركة اليوم الحركة محدودة أيضا ليست هي كعادة الخميس مع احتبار أنه منذ الأمس بدأ الفتح الجسور بالجانبين للمدن الثلاث واليوم أيضا تم فتح بقية الجسور للمدن الثلاث ولكن حركة محدودة للغاية سوى حركة بطيئة جدا لعدد من المواطنين الذين يتجولون لحياتهم اليومية للبحث عن الطعام أو غير من الضرورات المعيشية المهمة بالنسبة للمواطن تستمرت دعوات العصيان المدني إلى يوم الثلاثين من أكتوبر المقبل شكرا لك راشا الراشيد في الخرطوم